في نفطه في مائه في كهربائه في كل ثمر من ثمار خيره يحارب العراق ليس شعرا هذا الذي قيل ويقال على لسان العراقيين انما حقيقة واكبر من كارثة حين يحارب في خبزه وبعد شعار لم يتوقف نطق به العراقيون نريد وطن اصبح الشعار المرادف نريد طحين ليس ذلك الذي جاءهم بسعر باهظ بعد ان اوشكت الازمة على الانفجار بعد ان زنزل سعر نحو 45 الف دينار للكيس الواحد من الطحين تفاصيل حياة العراقيين والاسباب التي تغتال مقدرات البلاد هي ذاتها التي طوقت مصير السمون في بيوت العراقيين سيما عمليات التهريب التي تحدثت عنها وزارة الزراع ومعضلة اكثر خطورة تتلخص بارتفاع نسبة شراء الطحين من قبل الفلاحين لاطعام مواشيهم وهنا حقيقة تطفع على السطح بعد ان اصبح الجفاف عامل خطر يدق طبول تدمير محاصيل الصراع في العراق وهي التي اكتوت بين ايران المحاصيل الايرانية والتركية التي دمرت اسواق البلاد اذا في حسابات العراقية الفلاح والمواطن على حد سواه فان اصابع الاتهام التي تؤكد بالحجة والدليل ضلوع ايران في تشفيف منابع المياه وتحويل مجرى انهار بلاد الرافدين وتركيا ببناء السدود هنا اصبح الجفاف سيد الحكاية التقرير المعزز لحكاية المؤلمة ما اشارت اليه وكالة فرانس براس حول دخول العراق في جفاف قاس وشديد هذه السنة ما يهدد سلة خبز العراق نينوة وهنا الحديث عن موسم هجرة الى حيث الحياة تلك التي يبحث عنها الفلاحون عن وفرة في المياه في المحاصلة المجعة فان السمون اليوم عنصر الحياة الرئيسي كالماء تماما هي حرب البقاء التي يواجهها العراقيون مام انظار العالم اجمع لكنهم زالوا صامدين ينتظرون حلولا من الحكومة